تتصاعد التوترات بين قوات السورية الديمقراطية وقوات الأسد وكان آخرها سيطرة قصد على المربع الأمني التابع للنظام في مدينة القامشلي إذ لم يعد النظام يسيطر سوى على عدة مباني في المدينة وكانت قصد في الأيام الماضية قد ضربت حصارا على كل من المربع الأمني التابع للنظام داخل مدينتي القامشلي والحسكة ما أدى إلى تضييق الخناق على الأحياء الواقعة ضمنها وتوقف الأفران وانقطاع الكهرباء بسبب انقطاع مادة المزوت تأتي هذه التطورات من قبل قصد ردا على حصار النظام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالية حلب وهما منطقتان تتبعان لنفوذ قصد داخل المدينة تعانيان أيضا من حصار من قبل حواجز الفرقة الرابعة ما أدى إلى معاناة المدنيين داخلهما من انقطاع الخبز والوقود أيضا تكثر التكهنات عن سبب هذا التوتر بين الطرفين وخصوصا أن اتفاقات بتنسيق من الطرف الروسي أدت إلى تفاهمات توافق عليها الطرفان إلا أن بعض المصادر رجحت السبب لعدم سماح قوات قصد للشبان في مناطق سيطرتها بالذهاب إلى مناطق النظام وذلك لتجنيدهم لصالح الجيش الروسي في غزوه لأوكرانيا ورفضت أيضا فتح مراكز مصالحة في مناطقها لتجنيد شبان في صفوف قوات الأسد وفيما يبدو أن الرد الروسي أتى بالإعاز إلى النظام بمحاصرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية لتتوالى ردات الفعل من الطرفين وربما تسعى قصد للتصعيد أكثر وخصوصا بعد انتقالها اليوم من مرحلة الحصار إلى مرحلة السيطرة في الوقت الذي كثر فيه استهداف المسيرات التركية لقادة ميدانيين لقصد الخطوة التي يراها بعضهم فرصة سانحة لأنقرة للاستفادة من خلافات الطرفين